النتائج الأولية تظهر تقدمنا بفارق كبير شهدنا مشاركة قياسية في الانتخابات هي من بين الأكبر في تاريخنا بلادنا أتمت عرساً ديمقراطياً جديداً وبغض النظر عن الأرقام فأن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك لكننا نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى بأكثر من 50% بعد إنهاء فرز جميع الأصوات خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أيضاً أن التحالفنا يحقق الأغلبية في البرلمان